شيع الفلسطينيون في مدينة نابلس جثماني الشهدين محمد قاطوني ومحمد أبو بكر الذين ارتقيا خلال عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف المدينة صباح اليوم وبارتقاء الشابين ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الحالي إلى 94 شهيدا في الضفة الغربية بالإضافة إلى شهيد من بلدة حورة في النقب المحتل عدوان جديد وشهيدان مشتبكان وجع وألم هذا هو المشهد في نابلس قبيل انطلاق مواكب التشيع الصدمة هنا سيدة الموقف محمدان يودعان وسيشيعان إلى مثواهم الأخير مجموعات عرين الأسود ودعت ونعت أحد مقاتليها الذي ارتقى رفقة مقاتل آخر من كتائب شهداء الأقصى قالت المجموعة بأنها خاضت اشتباكات في أكثر من موقع وأرسلت للاحتلال رسالة أنها ستواصل التصدي لكل عدوان نقول لهذا الاحتلال الغاشم أن محاولاتك وقتلك وإرهابك وأسرك وتدميرك لن يثني عزمتنا وسنبقى لكم بإذن الله جنودا مقاتلين في الميدان ثائرين ولكم أيها الاحتلال نقول لكم إن سنبقى بوجهكم متحدين صامدين الله أكبر أصوات الرصاص في نابلس لا تتوقف في الجنازات في الاقتحامات في الاشتباكات وفي العمليات هنا يودع المقاومون رفاقهم فيستلمون أسلحتهم هذا سلاح واحد من الشهداء الذين يشيعون اليوم استشهد المقاوم بينما سلاحه يكمل المسيرة في يد مقاوم آخر من بعده من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو الصبراء رؤيا وسط إهمال طبي وعزل قسري يواصل الأسير خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن والخمسين وسط تردي حالته الصحية بشكل خطير فيما تتراجع صحة الأسرة عاصف الرفاعي وعبد الباصد معطان ووليد دقة المصابين بالسرطان كأنهم غير موجودين هكذا يعامل الاحتلال الأسرة المرضى في سجونه حيث يواجهون تحديات مضاعفة فوق أمراضهم المزمنة أبرزها الصرطان الأسير عاصف الرفاعي هو الحالة الأخطر إذ ينتشر الصرطان في أنحاء جسده فيما يقارع الأسير ولي الدقة جاهداً صرطان النخاع العظمي أما الأسير خضر عدنان فيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله منذ ما يقارب الشهرين فيما تتعنت إدارة السجون بالاستجابة لمطلبه رغم سوء وضعه الصحي نحن منذ عام 2021 نشهد فعلياً تزايد في أعداد الأسرة الذين تم تشخيصهم بإصابتهم بالسرطان أو بأورام بدرجات طبعاً مختلفة ولكن أصعب هذه الحالات حالياً هو الأسير عاصف الرفاعي بشكل أساس عاصف في مرحلة متقدمة من المرض يخضع لعلاج كيماوي وهو مقيد عندما يتم نقله إلى المستشفيات المدنية يتم تقييده خلال العلاج الكيماوي يتم إعادته إلى ما تسمى بعيادة سجن الرملة بالنسبة للأسير وليد دقة أيضاً ما زالت حالة الخطورة يعني ماثلة على وضعه الصحي حتى هذه اللحظة لا توجد تطورات يمكن أن نتحدث عن ما يسمى بتحسن خدر عدنين طبعاً أيضاً بوضع صحي جداً 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 صعب جداً وخطير جداً كل العراض الصحية التي ترد حول اليوم فيما يتعلق في مصار الضراب وهي خطيرة في ملف الأسرى المصابين بالسرطان يبرز اسم الأسير عبد الباصط معطان الذي اعتقله لاحتلال مصاباً بسرطان القلون ومنع علاجه وسط تجديد اعتقاله الإداري في ظل تكتمن على وضعه الصحي يعاني الأسير عبد الباصط معطان هبوط مستمر في الوزن بالإضافة إلى ظهور كتلة على الرئة تبينت في الصورة الطبقية التي أجرت له مؤخراً وهذه الكتلة لا نعرف طبيعتها حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى وجود التهاب في العصب الوركي الأيسار أقعده عن الحركة في داخل السجن وهذا التهاب حصل معه قبل ذلك عندما أخذ أو تلقى جرعات من الكيماوي سببت له هشاشة في العظام والآن هو يعاني من برد شديد وقارس في سجن عوفر من بين قرابة الخمسة آلاف أسير ثمت معاناة مضاعفة لسبعمائة مريض في سجون الاحتلال لا أمل لهم في علاجاً لائق مئتان منهم أمراضهم مزمنة يعتلي قائمتهم تسعة عشر مصاباً بالسرطان من رمضة المحتلة أسيل سليمان رؤيا سعياً لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق يجتمع اليوم وغداً نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا في العاصمة الروسية موسكو هذا ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوبلو الذي كشف أيضاً أن نظيره الروسي سيرجي لابروف سيزور أنقرة في السادس والسابع من الشهر الحالي لبحث العلاقات الثنائية واتفاقية الحبوب وسبول تمديدها إلى 120 يوماً بعد موافقة روسيا على 60 يوماً فقط ويعد هذا أول لقاء رسمياً يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين فنلندا ستصبح العضو الحادي وثلاثين في حلف شمال الأطلسي النيتو وفق ما أعلنه أمينه العام ينسيستو تلبرغ وبذلك سيرفرف العلم الفنلندي فوق مقر الحلف في بروكسل يوم غد ثلاثاء وكانت فنلندا طلبت الانضمام إلى الحلف عقب الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب السويد إلى أن تركيا والمجر لم تصدق بعد على انضمام الأخيرة بعد فترة جفاف في كوريا الجنوبية اندلعت حرائق غابات في مناطق عدة منها أحد الجبال وسط سيول فرق الإطفاء حاولت احتواء الحريق في العاصمة إلى أنه امتد جراء هبوب رياح قوية قبل أن تسيطر عليه لاحقا فيما أخلط السلطات نحو مائة وعشرين منزلا للحؤول دون وقوع خسائر في الأرواح ترجمة نانسي قنقر